الحمد لله المهد العالمين وصلى الله وتباره وعلى أساسا على سيدنا المغنان المهد وعلى آل المصرصين الجمعين فالتاجرين لهم إعسان إلى يوم الدين وعلى الأساس الجمعين فقط كراريين لكياك سبحانك العلم لنسبة ما على المتدى لكثم الناكثة والكثير والحكيف وعلى نأخذ الكثير والصيب لا يعلم فاة يخدم ويعلم ما في البل والأحر وما تسقط من ضرطة إذ لا يعلمها ولا حبة في ظلمات القرض ولا رطب ولا إياه إلا في قتال مخبي صلى الله العظيم وبنى الرسول الكريم ونحن على هبائك من الشيئين أسألك مبالا من فضلك العظيم فإذك العظيم رحمتك المواسحة أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما عدل ثلاثة رب لا تبدنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قلب منها فنضل ثلاثة عين ونعوم بك من سيء الأخلاق ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يسمع اللهم أنفسنا أسرارك وألبسنا ملابس أكوانك وثل أيدينا إليك بكل أحوالنا واجمعنا بالصالحين إلى أننا الضائر لأحسن القوتين يا أكبر الكريم يا أبحر الراحمين كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين وأن تنري شكل هذا الدين وأن ترد على كيد الكاهدين وحفظ الحردين وحسن الحاسدين وربان المرددين اللهم أنصرنا على القول المفسدين اللهم شكت شرناك فرد إلى مولانا وثل جمعانا واجعل تنبيره في تدميره وأسننته إلى نوره وانصرناك عن تقير ناصرين وحملا مولانا فإنك بناء الحر وحبين كما نسألك يا رب العالمين أن تلحقل بالسابقين إليك على الإيمان اللهم اجمعنا بإنهم في أعلى فرديس الجنان للا سابقة على منه ولا هوان يا رحمن يا بديع السماوات من الضر ويا بديع السماوات من الضرر آمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسنحظ ومعبد لتوفيق الله وعبد ومن بفضل ومن بفضل نواصر حديثنا في نور القرآن التي اضطواها لو لا نجد في أولاك لقرآن الذي يجد لا يأول فيها ورضيها لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولأهل الذين كانوا من حوله حتى قالوا صلى الله عليه وسلم هذا نفسك العرب بين أدل القرش لذلك لأنه رسول الله إذن في الذي يعلمه هو مولاد وقد قالوا وقد جدنا في غلام وعلمك ما لنتكم تعلم كان فضل والعليك عظيم ولذلك حقق له أن يقول أنا نفسك العرب لا يدأني من القرش إلا أني من القرش أنا منه لكن من قام صفائي وعلمك وجعلني رحمة للعالمين الدنيا والإعادة وعلمان الضغة وقفوا عند خصوص الضغة وأخذوا منها القواعد التي مرعوها ووضع القواعد أواخل الكلمات في داخل الجملة قواعد أواخل الكلمات في داخل الجملة على حسب المعنى ولذلك آخر الحرف في الكلمة وهي في داخل الجملة هو الذي يوضيك المعنى المقصود وإذا ابتلى إبراهيم ربه جاء الأرض منصوبا يدل على أنه ابتلى يعني وقع عليه المنى مفعول منه ربه فاعل هو الذي اتناه وإذا فاعل اتناه ولذلك هذا العلم الذي يقوم على ضبط أواخل الكلمات في داخل الجملة يعد العلم اللوغل لأنه صلة للمعنى المعشرة أما العلم الذي يقوم على ضبط لنائل الدمان يسمى العلم الصر أو التصريف العلم الذي يحضر الحركات والسكنات كما نطب به العروي هو علم اللغة التبويض والأصوات وما عن الكلمات في الأفرار المتلفة مهاتة في علم اللغة وضع الكلام على شكل رعي وهيئة رعي فيها تقديم وفيها ترخيل هذا له علم الرابع وعلم الغر يتكفل ببيان الأسرار التي في النص الكلام لماذا قدر المتروني لماذا جعله في مكان لماذا جاب بالمعنى طريق المفرد طريق الجن طريق التعنيف طريق التنكير إذا العلوم العربية أخذت من كلام الأرد طريق التعنيف لكلام القرآن وعريب ولذلك دراسة اللغة التي بها نزل القرآن تعبد عبادة لله لأنك تقوم على فهم الكلام حتى إذا ما قرأت القرآن فهمت عن الله قرأت السنة فهمت عن سنة الله صلى الله وقام العلماء من يوم أن بدأ سنة المسل الدولي يعني من سنة أي من سنة سبع وثلاثين ثلاثم وثلاثين يعني حقا من سنة أربعين إذا من ألف وأربع لها جاء والعلماء في كل مكان في الشأن القرآن يتكلمون في قواعد لغة القرآن وسنظل نتعبد بالحديث في لغة القرآن وقواعد لغة القرآن حتى ينفى الله من أرمى من أعيها وأخرى لغة فيه في هذا هذا الكتاب المسمى بأوه المسادي بشرح الفية المبال والكتاب للنشاء النصري وفي الأصل المصار يعني من المصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه عاش في نصر ومتفول الغلام تقبله والمصار وهذا الوجه كان علي عالما وليا وهذا له قليل وذلك كان يروح في النحن يختلف عن كلمه أي عالم في النحن من العقيل له بهاب هل أشنوري له بهاب شيخنا ابن إشام له مذاق فالإن الذين ترسوا إشام واتت له مذاقا عاطرا فخصوا وشيخنا المعلم المحشي العلاب المضحور محمد أحيقين قال لي في الجلسة التي جلست معه فيها وهي جلسة الوعيات قال لي إن أردت كتابا يجرر ردم النعم والصر ويغني عن كل كتابة للنعم ولا يغني عنه الكتاب سواء فعليك القوبة عن المسارك وما كتبت له عليه ولذلك أردت أن أقرب كتابة للشغل لماذا لأن النبو غرب لكل الكتب النحن وأربلها مربلتا صافيا وأربع زبدة من الكتب النحن فيها ولذلك أخرجه ثلاث مرات مرة في مجرد برد في مجردين وفي القومة الثالثة في أربعة مجردات وقال لي وعني في الأدراء ما يوصل الكتاب إلى ستة مجردات وأنا مازلت أن أردت سؤالها مع الذين أتوصلون مع أولادي وعليكم أن نبدأهم ووفي عليهم وقالوا كما تبين إذن ما مضي إلى البنتان وليام وعفا ولسه أفعل المسلمين بهذا العالم الكبير حقيقة لم يأتي واحد على طراز اللغة شيء أولا مفيد هذا لما كان عبيدا لكلية النغة كان مكتبه ومكتبه الآن موجود كان مكتبه عليه مراجع نحو الصرف والبلامة والأدم مكتبه عليه مراجع إذن ما اكتبه مكتبة وكان يدفد رسمه بين الكلب ليقرأ ويكتب مع إدارة الكلية إدارة الكلية سنة وليس الفرد وإنما الفرد من العلم الشيخ أولوسة أولا رب الله قال لي مرة سألني شيخ أولاد الدين وهو عميد لكل سؤال في اللغة قال له سجد جني للخصائص لم يحطيه الإجابة باللساة والذبا حوله إلى مرشبه وكأنه يعلمه أن طالباً عدوناه يجبون شريكاً مع مستاذة اللحظ والمناظرة وأخذها الأشيخ أولوسة حينما يسأل سؤالاً يقول واجئ كذا واجئ كذا واجئ كذا واجئ كذا واجئ كذا وسترى وضعوا إلى حركة النور في المثنة وسنرى الفوق بين دون مثلنا ولون جمع جمع المذكر السياحي خطر السلام اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأحبياء والمسلم سيدنا محمده وعلى لانه وصحبه من أشعرين وبعده فيقول المصدف رحمة الله تعالى ونفرنا بعضه وتوجد شيخنا في الضر الأخير خصل نوره ثلاث ونرد عليه مكسورة وفتها بعد تياره تومد حسن نوره ثلاث ونفرنا بشراء ونفرنا كثيرا نوره ثلاث ونفرنا مكسورة جاء المرحم مداني فالنون التي بعد ألل التثمية حركتها كسر طيب أن تفتح قال والله رأينا في المرض أنه يفتح لنون كما في القول الشاعر على أحواليين استقلت عشية طيب اطرح هذا ما يشارحه شيء قدر الشارع في القول هذا صدر بيكن هذا صدر بيكن الطغير وعليزه قبر فلن يجب أن نفحب ونطيب أولا يعني ويل يعني بحر والعرب كانت تسير في شعره على نظار هذا النظار سماه الخليل وهو الذي استطاع على فضل الله عليه أن يلظم شعر العرب على ما هو عليه بالنظار لأنه أخرجه عيما فسماه فسماه لعلم العرب وقال لأن مكة كانت تسمى عرباً لأنها تعترب بالطريقة فالذي يأذي بلاد اليمن إلى بلاد الشام فالذي يأذي بلاد اليمن ينزل وقت ثم بعد ذلك بعد أن يستهيع وأن يزور البيت يخرج لنمشي إلى بلاد الشام فسمى العلم باسم البلد وهذا العلم هو علم ميزان الشعر لأن الشعراء له ميزان وصار عليه الشعراء لحيث لم يقوم منهم بعوجها جمهة يعني البيت الأول كالثاني كالثالث قرار ولو كانت البسيطة هكذا فلصف وفع والله الذي يسير عليه الشاعر يسبح فيه إلى آخر بيت لا يتخذ أفض فسمّوا بحراً بالطويل لماذا سمّوا بطويل؟ لأن سمّوا بحلاته فيها طول فعول مفاري فعول مفاري هذا هو الشطر الثاني شطر الثاني بنفس اللغة فعول مفاري فعول مفاري وهناك بحور أخرى أوصلها قليل إلى خمسة عشر وحدة وجد من بعده عالم آخر وضع محمل معه إلى بحما من قبل فعول مفاري كذلك وكذلك فعول مفاري لا كاد تكون محتلة لا نستطيع أن نغير ونزلت لما أرادوا التغيير كانت اللغة قد زهب ما يقال فيها اللغة الفصحة إذن حينما انتهت فصحت اللغة جاءوا بعدة أولو في هذا العلم حتى صار يعني كلاما لاغمتنا حقيقة يعني العرب أعطاه المولى تبارك وتعالى الشعر على ميزان المهند وتلبح هذا في قولة تعالى وما علمناه الشعر لأن المعجم هو الله إذن علم الله العرب شعره على رمض المهند هذا بحر الطريق هذا بحر مقدار هذا بحر مجدث هذا ملوافر إلى آخر ما في هذا العلم وقد رأينا أن الذي يفهم هذا العلم يفهمه مرة واحدة ويظل في رأسه حتى يأتيه اليوم لماذا؟ لأنه لا تجديد فيه فهو البحر واحد فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل من أول إله هناك بعض الجبسات التي تبوي في التفعيلات فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل من قبل فعول مفاعل لأنه من قبل وصمي طويلا لأنه كان إذا أرادوا أن يدفع الجمال في السيد بحيث يسيرون وأنتم تعلمون أن الجمال وهي في الطافلة تسير بطريق الغناء لا بطريق الضرب ولا بطريق العصر التي تسوقها لا يجعلون الجمال تسير بطريق هذا الغناء ويسمى هداء فالحال هو الذي يوني للنبل وأنا رأي الجمل عندنا في بيتنا إذا سمع القرآن أنصر بل إنه إذا كان يأكل أوكف الطعام وأنصر وإذا سمع القرآن يعني هو ينصر لجمال الكلام فالله فنوقع فيه حبا لجمال الكلام بسيء كان قرآن أو كان شعرا أو كان لداء بالنية وإذا كان صلى الله عليه وسلم وإذا لم يقل له هذه النبل يعني يا أنججا أنججا هو الحادي رفقا بالقوالين القوالين يعني النساء المرأة السجادة لو أنه جعل الإبل تسير ببحر قوال هاء فإن الجمل حدث له يعني أنه ارتزة شدة وربما سقطت المربطة على داره وإذا سقطت أن تأسر فهي في السجاكة فقال رفقا بالقوالين لأن راحاً متدارك يعني فاعل الفالس وفاعل الفالس أنك تجعل الجمال تذهب إلى فوقها كذلك لكن مهر الضوءين يجعلها تسعر إصراحاً أي حد لأنك تقول بدأ بباسم كل شيء الخلقين فعول فاعل ترى أن الجبل صحيح يجد في السيد إلا أنه يطيل المسافة بين فدبيه ما زال سوريا معه ليه القول هذا لن حد عن قوله من البحث الطويل دعنا سوريا وهذا بيتك من كلمة الإمدليجة لقمينة لصور الإدلاقي يصد فيها قطاع قطاع على أحوذيين استقل عشياً أحوذيين 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 وأصل أحوذي السريع في سيري آه السريع في سيرك يقال له أحوذي يعد سريع ثم استمر في السريع في كل شيء أخذ فيه وقال أبو عمر الأحوذي وهو الخفيف في الشيء يحذبه يحذبه وفي ديوان الأدب الأحوذيين أحوذيين 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 لأنه سريع نشيط وأردت وأردت أبو عمر الأحوذيين بالأحوذيين والأحوذيين إن استقلت يعني طارق عشية يعني في وقت العشاء استقلت يتدفع وتحامل وعلم والبعلم والبعلم يريد أَنَا هَذَا القطار أَنَا هذا القطار يريد أن هذه القطار فاطارك بدلاحين بعيني فأنت لا تقع عينك عليها لكنها من اجدار رحظة ثم تزيب عنها وكما من ذلك عن سرعتها صحيح هو القدر حينما ترى سواء كأي العصفير على وجه المصوص لأنها صفر ولكنها مع صفرها سريعة فحينما ترى العصفورة في القوم ترى هذه الأمحة ثم ترى ولذلك قال إنها تسير في الدوق لها ذين جنحين حينما ترىها ترىها في لمح البصر بعد لمح البصر فرغبت عنها وهذا يدل على سرعتها فما هي إلا لمحة يعني رأيتها فيها وتغيب عنك وهذا نذير العلام سمعت هذه الشائد الشائد فيه قبر أحوديين فإن الرواية نفيه بفتح الظون ولا يمكن أن يجعل عرض هذه الكلمة على فتح الظون على فتح الظون لأنها لو كانت هذه النور محلاً للدعراب لقال على أحودييني لأن الكلمة مجرورة لأن الكلمة مجرورة وإن شاء الله معكم خضنا مولانا أزنوا مولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصل الله على صيرنا محمد وعلى آله وصحبه وسبوع اشتركوا في القناة 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 لأنه لا محمد إلى هذا الفتح من قافية الوزن الوزن يسير مع الكسر والفتح والقافية كذلك بل يستطيع البلد بحاله من غير تنبير فيه أصلاً مع الكسر والغارب كما استقاماً عن فتح ومن الولماء من ذكر أن فتح النور المخنى بعد الياء لغة من لغات العربي وقد نولى الفراء عن بني أسد وهذا عبار يقضى به لما قدرناه قال أقول إنها النور يعني من لغات العربي هي لغة بني أسد يجعلون أن نور الوثن تكون رفيعاً وسيأتي هذا في بعضهم قال هي لغة مع الياء وقيل لا يختص بني أسد يعني فتح النور بعد الياء لغة وإنما يأتي أيضاً ما أعرف كما في قرر الشاعر كطلق أعرف منها الجيدة والعيدانة الجيد يعني رغبة في جيدها لعرفي رغبة أعرف منها الجيدة والعيدانة هذا بيت من مشتور الرجز الرجز على باستفعله 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 هذا بيت من مشتور الرجز باستفعله 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 لغة مع الياء باستفعله باستفعله كانت عجوزا مغمرة زبانا وهي فرى سيئة إرسالا أعرف منها الأنف والعينانا ومنحرار أشباها مضيانا أعرف منها الأنف لم يقرأ العينين لأن العينانا بإنزال المثنة الألف أعرف من هذا الشاهد الشاهد فيه قومه والعينانا وفي هذه الكلمة الشاهدان للنحاك أعرف أعرف فذلان من أول أعرف الأول فذلانجيه ثم من ألف في حلب النصر وهذه لغة جماعة من العربي منه الإنانا ومن أعرف حارف ابن كعبي وبن العينة وبنه هجيم وبنطوح من رفيعة وعلينا همد فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلقنا لا مترار في ليلة لا مترار في ليلة قال لهم لنا لذلك تعمل عمل عمل إلا أنها فيها أبلاد التي تقول للهنس تقول لا ترأيلي وعلى رجلين لا حون على قوة لكنه صلى الله عليه وسلم تجاهل بكلامه على لغة الأولى من ملزمون المسن الكريف وقال لا ترأيلي وعلينا خرج بعض العلماني قوله تعالى إنها ذاني أساحران طب قالت رواية إنها ذاني أساحران قال هذاني هذا غير منصور وعلى من نصره حجم مقدرة على ذلك عند من ينزمون المثنهين وعلينا جاءهم المتنمس واسمه جليل إبو عبد المسيح فأقرب إبو الشجاع ونبرع مساغاً لناباه الشجاع للأولمان مساغاً لناباه مع هند القاعدة أن الله حق يرض فكان عليه أن يقول على الدمت الماسعة يقول مساغاً لناباه إلا أنه الألذم المثنهين فالزمه وقوم آخر تزود منا بينا أثناء وعلى أهل دعته إلى هذا إلى هذا الدراب عقيمي تزود منا بينا لم يقل بينا المثنين البينين أثناء بإرزام المثنى الآن أثناء وقال أزهره في صدد بيث المثنى المثنى هكذا من شده الفراء لناباه وقال أزهره في صدد بيث المثنى لناباه أبدى أفتح لناباه من أجل فضلك مفتح تزود مفتح وطلق أتحدث أثناء وليس هذا لكم مستدر فأفتح لهم في البيت المثنى بينا ولك ولك هذا وعلم أن أكثر المحافي يرغبون في بيت الشابي الذي نحو بصداده ومن ومن صارين أشبه ذبيانا باليائن على أنه منسوق باليائن يابت بالفتحة كدغة جمهارة العرب ونحن نستردون الاستبعاد أن يكون الشاعر في أول البيت والعيدالة بالألف في تطيع تصديق ثم يقول في التفس البيت والألخ رائن زليائن وقد وصلوا الأمر على أنه يكاد يقول في المحافي أن يأتي العربي في بيت الأرض بلغدين من ربان العربي في كلمة واحدة أو فيما يشبرها فإن العربي فإن العربي القحة 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 آخر فإن العربي القحة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة